خذ هذه الوصفة من القرآن إذا أردت أن تدعو الله سبحانه وتعالى وأردت من الله سبحانه وتعالى أن يستجيب خذ هذه الوصفة والله وأنا أقسم بالله يقيناً أن الله سبحانه وتعالى سيستجيب لدعاءك إش هي هذه الوصفة؟ يقول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى أن قال الله عن هؤلاء من هم أولو الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ثم قالوا ربنا عُد معايها كم مر قالوا ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إنك لا تُخْلِفُ الْمِيعَاد لو استشعرت رَبَّنَا 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 مُبَاشرة الآية اللي بعدها ماذا قال الله فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ القضية دعاء والله يقول لا أُضِيع عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ والدعاء عَمَل إيش فهمنا من هذه الوصفة إيش فهمنا من هذه الوصفة إذا أردت أن تدعو الله سبحانه وتعالى لا تقول لربنا وحده مرة بس كثير من الناس يقول لك والله دعيت الله كم مرة دعيت رَبَّنَا رَبَّنَا القضية إلحاح القضية انطراح بين يدي الله سبحانه وتعالى يا رب يا رب يا رب يا رب إذا رأى الله عز وجل منك هذا يعطيك الله قادر فيه مرة وحدة يعطيك لكن الله يبغاك تنكسر أكثر الله يبغاك تنكسر أكثر وتنطرح أكثر وتسأل أكثر وتدعو أكثر وتسجد أكثر وتبكي أكثر عشان يعطيك لأن القضية لك وأن الله عز وجل قادر أن يعطيك مرة وحدة من أول مرة لكن كما قال عمر إني لا أحمل هم الإجابة الإجابة ستأتي لكن أحمل هم الدعاء كيف أكون بين يدي الله هذه القضية أحمل هم الدعاء كيف أنكسر كيف أنطرح كيف أفتقر إلى الله سبحانه وتعالى زكريا ودائما هذه من آداب الدعاء ومن مواطن استجلاب رحمات الله وإجابة الله سبحانه وتعالى أن تعرض حالتك الله عز وجل يعلم أنه أنت فقير وأنه أنت مريض وأنه أنت مهموم لكن الله يحب منك أنه أنت تخرجها زكريا يقول وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا واشتعل الرأس شيبا طب الله يعلم لكن الله يبغاك تخرجها ثم بعدها يقول وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّي شَقِيَّا إبراهيم أيضا يقول في نفس السورة وَأَدْعُوْ رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيَّا الشقاء مع الدعاء لا يجتمع طالما أنك تسأل الله سبحانه وتعالى وتدعو الله تبارك وتعالى وتفتقر وتنطرح بين يدي الله لن تشقى والله سيأتيك من الله عز وجل الكرم وسيدهشك الله سبحانه وتعالى بعطائه ملك الملوك إذا وهب لا تسألن عن السبب لكن سامحوني وكلنا ذاك الرجل بعض الأوقات عندنا سوء أدب في الدعاء يا رب نبغى هذا الشيء ونبغى بالطريقة الفلانية يا رب ارزقني الزوجة الصالحة واجعلها فلانة أنت اسأل الله سبحانه وتعالى وطريق الإجابة عند الله لا تقول يا رب أنا أبغى هذا الشيء وأبغى كذا أبغى من هذا الطريق يجي إن ترفع ملف القضية فوق قال ربي أني مغلوب فانتصر مباشرة فانتصر ما قال أبغى النصر كذا وأبغى هلاكهم كذا خلاص فانتصر النصر من عند الله سبحانه وتعالى الفوز من عند الله سبحانه وتعالى الفلاح الإجابة كلها من عند الله هو يقدر لها الوقت المناسب والزمن المناسب والمكان المناسب لأنه هو الحكيم يقدر الأمور بحكمة عقولنا بعض الأوقات يقول لك أنا أبغى هذه الوظيفة أبغى هذه الزوجة أبغى هذا العمل أبغى هذا الطريق وممكن هلاكك فيه ما حد يدري أن الله هو الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن فمشكلة بعض الأوقات الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى ويقول يا رب أبغى كذا لا وكل أمرك الله سبحانه وتعالى واسأل الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام أختم بها خرج من المدينة خائفا يترقب ركز خرج خائف أعزب بلا سكن بلا زوجة بلا وظيفة خرج خائفا يترقب ما يدري وان يروح فلما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان القصة إلى أن سقى للمرأتين ما طلب منهم شكر إن أجري إلا على الله تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير مع ما أنزلت إلي ومع ما أكرمتني ومع ما أعطيتني أنا فقير إليك متى ما أظهر الإنسان فقره إلى الله تبارك وتعالى تأتيه الهبات مباشرة فجاءته إحداهما تمشي على السحية قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا إلى أن ذهب إلى ذاك الرجل الصالح قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين كان أعزب أن حلت وحده على أن تأجرني ثمانية حجج وظيفة وراتب ما عنده بيت بيعيش معاه وعمه أبو زوجته طيب خائف أنا خرجت خائف من المدينة لا تخف نجوت من القوم الظالمين كلها انحلت متى إذا افتقر الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ما بالا الناس يأتي إلى المخلوق إلى التاجر إلى المدير فيعرض عليه ويبكي وينكسر وحصل وصار وضاقت علينا وقيمة مضافة أوذبذ هذه طلعها لله سبحانه وتعالى ما بيوافق هذا المخلوق إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى ولا لو كان ملك ولا لو كان وزير ولا لو كان أمير قل إن الأمر كله لمين لله لن يوقع قرار في الأرض إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى ملك الملوك فالقضية كلها عند الله سبحانه وتعالى فافتقر لله وانكسر لله وانطرح بين يدي الله سبحانه وتعالى وأبشر بعدها ولا تقول متى يستجاب لكم ما لم تستعجل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تستعجل سيأتيك فرج الله أسأل الله أن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك اللهم اجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم حبسنا أنفسنا في بيتك نذكرك ونسبحك وندل الناس عليك اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور اللهم فرج همه ونفس كربهم اللهم من كان منهم مهموما فنفس ففرج همه ومن كان منهم مغموما فنفس غمه ومن كان منهم مديونا فاقضي دينه ومن كان منهم مغلوبا فانتصر له ومن كان منهم محتاجا فكل حاجته يا رب العالمين